بس جديد على قناة كيمتيج تكنولوجي نهاردة هنشرح اول درس دورة ربح انترنت طبعا احنا عملنا فيديو بنتكلم عن طرق ربح انترنت افضلها تقدر تشوف الكلام ده كله في الدارة اللي تظهره بالنسبة ربح انترنت ففيه طرق كتيرة وانا هبدأ معكم ربح عن طريق المواقع او انشاء المواقع انشاء المواقع اللي افكر كتير جدا جمهور كبير جدا تقريبا الجمهور بتاعه تقدر كمان تخصصه وتاخد جمهور معين لك انت عن طريق المحتوى اللي انت هتحدده وتشتغل عليه سواء تسويق سواء بلوجز ومواقع او تحميلات او ستور او ايا كان النوع اللي انت عايز تشغل عليك مهما زادت المنافسة وبالعكس لحاليا المنافسة قوية جدا على التدونات بسبب زكالي اصطناعي لكن لازال الموضوع مفتوح بشكل كبير جدا وصعب انه يحصل فيه مشاكل او ينتهي بمعنى ان انت عندك كل فات معينة من الجمهور دي لها ميول زي ما ذكرته معينة او اهتمامات معينة فانت بتقدر تخصص موقعك على حسب الاهتمامات دي او تحددها ودي بيسموها مثلا النتش معين بتحدده للموقع وده زي بتيت تعتمد عليه الجزء بالجمهور والزوار وعن طريقة اللي بتشتغل في الموقع بتاعك او الاحالات او الوضاعي اللي ممكن الناس تشتريها او غيره من الافكار كتيرة بتتحقق ارباح فعشان كده طبعا بالنسبالي الربح عن طريق المواقع او انشاء المواقع دي حاجة مفتوحة جدا وصعب انها تتأثر تروح بعد كده اللي ايه المنصات اللي بتتيح ليه ان انا ابدأ ريح انترنت عن طريق المواقع عندنا منصات مجانية واشهارها وبقواها طبعا وغني عن التعريف بلوجر ونصات مدفوعة كتيرة لكن اشهارهم طبعا الاساس بتاعهم واللي كل المنصات دي معتمد عليه هو 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 منافس لجوجل لكن مدفوع بشكل كامل في حاجات مجانية لكن مش احترافية زي طبعا اه بلوجر الخاص بجوجل واللي هو طبعا مجاني بشكل دام واحترافي كمان جدا وهنبتدي نعرف في الموضوع ده طبعا اول حاجة انا شخص لسه ما عنديش اي خلفية عن التدوين بتبط المقالات او انشاء متاجر او احالات او ما لزلك فانا ما عنديش اي معلومة هلحط فلوس في موقع مدفوع لأ طبعا دي النصيحة بتاعتي انت لو انت لسه في البداية ومتعرفش اي حاجة عن المقالات والمواقع هتروح لمنصة مجانية زي بلوجر هتدي لك امان كامل في نفس الوقت هتبتدي تجرب وتخبط لسه طبعا في البداية هتبتدي تتعلم حاجات كتير عن الموقع وازاي تجيب اوالب وتبتدي تشوف التصدر والسيو وحاجات كتيرة جدا فلا طبعا ممكن يحصل معك غلطات ومشاكل انا شخصيا طيرت موقع كامل وكنت شغل طبعا سنين كتيرة والموضوع كان لسه في البداية لسه بتتعلم فالموضوع بالنسبالي مأزنيش غير بس في المجهود اللي طار لكن عرفت ارجعه بعد كده وطبعا اتعلمت حاجات كتيرة في خلال الفترة دي وكان كل التجارب دي عن طريق بلوجر ولما بتتتعلم بيعندي اكتر من موقع الورد بريس وشغال عليهم والدنيا بالنسبالي بيت فيها نسبة ارباح اعلى لان بيعندي خبرة ابا طب انا ممكن احاول موقع بتاعي من بلوجر بعد ما ابدأ مجان على حاجة احترافية زي الورد بريس اه طبعا عادي جدا والموقع بتاعك مش هتصل نروح بعد كده للفروق ما بين بلوجر وورد بريس وليه وورد بريس انا برشح لناس المحترفين او اللي هم فكرة كويسة جدا عن التدونات والمقالات والمواقع غير طبعا المنصات المجانية تعالوا نروح لشوف الفروق بتاعتهم واحدة واحدة ونقطة عشان نبتدي نشوف انت بنسبالك يكون المناسب اول حاجة بنروح لسؤال مهم جدا هو التصدر انا ممكن اتصدر في بلوجر ولا اتصدر بورد بريس طبعا التصدر يعني اللنك بتاع المقالة بتاعتك او الموقع بتاعك يظهر في اول حاجة اول من الناس تبحث عن الموضوع اللي انت بتحدده او بت Gorbutter ستكون الموقع بتاعك اول حاجة زهرة في محركات البحث اصره اللي قدامكم دي طبعا الموضوع متاح في لاتنين الفكرة في نوع المحتوى او نوع المتجر او نوع الاتمامات المعادة اللي انت حددتها وعملت على اساسها متجر وهو دي الاساس بتاعك في تصدرساء بلوجر او وورد بريس نيجي بقى لحيطة المتاجر لان فينا استألتني هل ننفع هفتح متجر على بلوجر طبعا لا بلوجر ممكن تعمل حاجات شبيهة بالمتاجر زي مواقع التحملات ومواقع افلام هي الشبيهة بالمتاجر لكن مش ديه متاجر تماما ولا فيها داش بورد طبع الاحصائيات ولا فيها ادوات كتيرة جدا ممكن تحتاجها لان الكلام ده كله موجود في المقصات المتفوعة ونيجي هنا عند تاني حاجة او يعتبر تالت حاجة بالنسبة لبلوجر ما تقدرش تغير على الداش بورد بتاعته او تضيف اي ادوات هي حاجة سابتة بتدهلك جوجل اولا للحماية تاني حاجة لان ان ما تنساش ان انت بلوج هي جوجل بلوجر للتدونات مش للمتاجر تروح بعد كده على الورد بريس او المنصات المدفوعة هتلاقي الداش بورد بتاعته بتتحدث باستمرار ادوات كتيرة جدا بتقدر تعدل بشكل الداش بورد وتعمل برمجة خاصة بيه فعشان كده الموضوع مفتوح ومن حوار البرمجة والموضوع المفتوح يسماها الاولاب الاولب دي اللي بتكون شكل الموقع او المراب بلوجر فيه اولاب مجانية او مدفوعة طبعا المجانية بتكون يظهر انا احنا بöffدنها لوانا في البداية بالنسبة للورد بريس الاولب برضو مجانية ومدفوعة لكن المدفوعة بتكون احترافية في نفس Seth الحته بتاعت الادوات� لها تبيتدهي في المناصortedوار مدفوعه زي الورد بريس بتحسن شوية او بتالي افضلية الادوات اللي هي بتبتدي تضيفها في المنصات المدفوعة زي wordpress بتحسن شوية او بتدي افضلية ولو حاجة بسيطة جدا في ان موقعك يكون باخد فرص الظهور الاولى في محركات البحث. ده هيجيب لك زهور اكتر فيجيب لك ارباح اكتر. ليه? لان في ادوات كتيرة بتكون موجودة في wordpress بتحسن لك المظهر صورة الموقع وضغط اكواد وبرمجة للموقع وحاجات كتيرة جدا. طيب الكلام ده قدر اعمله على بلوجر للأسف لا. طيب انا دلاتي اروح كده على الورد بريس? لا. خلينا هنا بركز ماك في حدة. انا ما عنديش خبرة كبيرة في الموقع. فانا لو روحت على الورد بريس معرض للاختراك او معرض للينا احسن معي مشكلة في الموقع بتاعي او تتسرق موقعات عن طريق الار اس اس و عاجات تانية كتيرة. انا بنصح تبدأ ببلوجر تتعلم بتفهم السي وتفهم ازاي تعمل موقعات متصدرة وحصرية وما لازلك وبعد جدا تروح على الورد بريس او تحول موقعك على الورد بريس. بالنسبة لقولك بلوجر فانت ظهرك جوجل فانت عندك الامان كله. بالنسبة للأدوات بقى اللي هي اصلا مميزات المنصات المدفعة احيانا بيطلع فيها بعض الصغارات والمشاكل مع تحديثات الوجهة والشكل العام وما لازلك فعشان كده لازم تحديثها باستمرار يكون عندك كبيرة جدا عن المنصات المدفعة زي الورد بريس ومنصات التدوين. فعشان كده بنصحش تروح بيهم لو انت لسه في البداية ومعندكش افكار. بعد كده عند حاجة اسمها الدومينات والاستضافات. في حاجة اسمها دوت كوم ودوت نت ودوت لاين الحاجات دي بتقدر تشتريها عن طريق بعض الموقع زي هستينجر زي جو دادي زي موقع وموقع تانية كتيرة طبعا حتى جوجل برضو بتوفر دومين. بالنسبة لبلوجر فانت بتاخد الدومين بتاعك مجاني بيكون بلوك بس دوت كوم لكن طبعا عنروح الورد بريس فانت الحاجات دي بتطار تشتريها لان انت لو هتفتح استور فمسلا يكون الدومين بتاعك دوت شوب دوت مسلا اونلاين دوت ايديو لو عندك موقع تعليمي وعايز تعمل منصة تعليمية لو انت مدرس وعايز تكسب من الموضوع ده وتعمل كورسات ومنصة تعليمية كاملة فالكلام ده كله بتروح على وورد بريس بالنسبة لطبعا بلوجر في حاجة اسمها الاستضافة. باستضافتك هنا جوجل فبيكون حاجة سريعة جدا مفيش تهنجل الموقع لو دخل مليون زائر في نفس الوقت الموقع مش هتأثر مش هيتقل مش هيقع من على النظام او عملية البحث او عملية الاستجابة الاستضافة دي قبرة عن هاردسك كبير جدا كده بيشيل عدد سرعات معين وبيشيل عدد معين من الملفات والمقالات وطبعا لو عدد الزهار زاد عن الحد المطلوب فبيبتدى السيرفر ده يقع وبنشوفه طبعا على منصات كترة جدا تبطيك تدخل على اللينك تلاقي اللينك مش محمد ليه بتكون منصات اما الاستضافة خلصة او وصلت للليمت بتاعها فده بيتكلف فلوس كتير جدا عشان تشتري اتضافات بمساحات كبيرة وتشيل عدد زوار كبير وملفات كتيرة فبالنسبة لجوجل فانت مش هتشتري لهم مش هتكلف نفسك الكلام دا كده احنا عرفنا الامان عرفنا نسبة الدفع انا هاتف اشتري دومين او استضافة عرفنا برضو الوجهة والتحكم فانا في رأي الخاص لو انا لسه في البداية ومعرفش اي حاجة عن التدونات فانا هروح لبلوجر عشان اخد الامان اخد اوالب والريدي انا لسه بتعلم فمش محتاج حاجة احترافية ممكن حتى اعمل قالب او اشتري قالب او هنزل قالب مجاني شابه بالمتاجر لو لسه عايز ابدأ متاجر وعايز ابتدي افهم التسويق وملازلك ممكن حتى مقالات عادية ابتدي اشتغل في التسويق او حدد نيتش مختلف تماما لكن بالنسبة لورد بريس لو انا انا شخص فاهم وعايز اعمل حاجة احترافية في داش بورد تفاعلي ابتدي اشوف الاحصائيات خلي الموقع بتاعي سريع وكل ما الموقع يكون اسرع كل ما يكون لي فرصة اكتر في تصدر ابتدي استخدم ادوات بتحسن لي البحث والسيوة استهدف كلمات مفتحية ابتدي استخدم ادوات بخلي الموقع بتاعي احترافي والمظهر بتاعي احترافي انا بتحكم في المظهر بشكل عام زي اضافة انا ممكن ما اشتريش قالب فورد بريس وانزل الغالب لا انا ممكن ابتدي بعض الغضافات اللي نزلت في ممكن ابتدي ابتدي انا عايز ايه والكتابة دي تتحول لشكل مظهر موقع انا عايز مسلا الهيدر يكون باللون الاسود وفي قوانة منتسادة لشكلها كذا وكذا وكذا انا بكتب يعني انتفاهمين انا مش ببرمج انا بكتب كلم عادي جدا ويبتدي الموقع عن طريق الزكاة الاصطناعي يتبرمج معايا ويبتدي يظهر معايا قالب او شكل احترافي جديد جدا خاص بيا حصري محدش يستخدمه قبل كده او ممكن حتى اجيب من اي موقع تاني فابتدي اعادل عليه عن طريق برضو الزكاة الاصطناعي في وورد بريس وابتدي اخد موقع شبيه بالموقع ده مع التحسنات خاصة فعشان كده الكلام ده بيكون للمحترفين ويكون عايز خبره وفهم اكتر في التدوين والموقع قبل ما ابدأ واروح لخطوة زي كده معايش رسمال هابدأ بابلوجات معايا رسمال وعندي الفكرة هروح على منصات مدفوعة زي وورد بريس طبعا دي اهم حاجة ودي الاجابة اللي انا حابب اوصلها لك في نهاية الشرح اتمنى تكون عرفت تروح لفين وهتبدأ ازاي ده الفقر ما بين المنصات المدفوعة المجانية في الربح من ترنت عن طريق المواقع والتدونات طبعا الدرس الجاية نبتدي نشوف ازاي نعمل ايميل احترافي لان في ناس كتير هسألتني ازاي يخلي الايميل او الجيميل بتاعي احترافي ونسبة الامان بتاعته عالية غير كمان فيه الناس بيكون عندها ال او النيم بتاعي без جيميل مش موجود في الجيميل لكن موجود في موجود في حاجات مايكروسوفت او الياهو او الهوتميل وعايزSt يكون يعجبكم ولكن إذا سفدتم مبلساش لايك بشير وسبسكرايب